تقديراً لجهوده الإبداعية والشعرية التي قدمها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً خدمة لقضايا الوطن والأمة أحيط محافظة الحسكة وفرع اتحاد الكتاب العرب حفلاً تكريمياً للشاعر جاك صبر شماس تحدث كثيراً عن الوطنية وتحدث عن حب الوطن وتحدث عن قداسة العاصمة دمشق وتحدث عن فسي فساء جميلة في محافظة الحسكة وتحدث عن القائد العظيم القائد المؤسس حافظ الأسد وتحدث عن سيد الرئيس بشار الأسد فله كل الاحترام والتقدير ونحن نبارك له بعمره كان شاعراً وطنياً كان يغني للحب للوطن كان يغني لدمشق كثيراً ألف تحية إلى شاعرنا من الحسكة ونصافحه في دمشق ونقول نحن وإياه يحظى بتكريم كل الوطن كل سوريا أوددنا أن نقدم بطاقة حب في فرطة هذا الكتاب العرب ومجموعة من أصدقائه تكريماً له ورهاته الإبداعية أن ترفرف أجنعة المحبة على هذا الشعب بكل مكوناته وأن يجمعنا السلام والفرح والحبور وأن نساعدنا بعضاً وأن نقب مع بعضنا بعضاً وأشكركم جزيلاً شكراً على نفتتكم الكريم الحفل تضمن القاء عدد من الشعراء والفنانين مقتطفات شعرية ولوحات فنية عبرت عن فخرهم بالشاعر شماس وحبهم لوطنهم وجيشهم الشعراء القلاء اللي صمدوا وبقوا ودافعوا عنه ونفعوا عنه هذا البلد ساد جاك إن شاء الله الله يمده بعمره وإن شاء الله نسمع عنه كل ما هو خير لهذا البلد هنا مجتمعون في هذا المكان الكريم لتكريم الأدب والمبدعين طبعاً مع كوكبة من أدباء محافظة الحسكة بحضور جهات رسمية لنقول للعالم أجمع أن دمشق لم ولن تنزل عن عرش الثقافة العربية الجدير بالذكر أن الشاعر جايك صبري شماس من مواليد الحسكة عام 1947 يحمل إجازة في اللغة العربية وهو عضو اتحاد الكتاب العرب وله عشرات الدواوين الشعرية وتم تكريمه في عدد من المحافظة الأدبية والشعرية في سوريا والبلدان العربية اشتركوا في القناة